دعاء استحضار القلب والخشوع لله فماذا عن نشر أدعية على وسائل التواصل الاجتماعي وختمها أنا ومن قال آمين ونشرها على الجروبات أليس يا زرياء وهل يجوز استدبار القبلة واستقبال الموبايل في الدعاء هو احنا جاوبنا سؤال شبيه به كده مبارح اللي هو في عدد الصلاة على النبي ونشر ده على الجروبات والحملات والحاجات دي لا أه أبن من دعاء ده بالدعاء استحضار القلب والخشوع لله والله ده موجود في أي حاجة أقول لك طب ونشر حاجات على الجروبات وانشرها ده أدب مطلوب لكل اللي هيقرأ ايه فوانا بقى أنشر ده على الجروبات أو على الإنترنت أبقى مستحضر القلب وخاشع تمام والبقائين بقى اللي بقراءه وعليه نفس الأدب مش دعاء جه فكوبي بست شاير حول إرمي وخلاص من غير ما عرف أصلا أنا ببعت للناس إيه لا أقرأ وأتأكد من صحة اللي ببعته بل يعمله ده أمر طيب أنا ومن قال أمين آه إيه المشكلة آي اللهم استجب أنا ومن قال أمين يعني يكتب للأجر آي لا حرج على فضل الله تمام وانشره على الجروبات وما له أداله على الخير له من الأجمث الأجر فعيل كما قال صلى الله سلم وتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى هذا رياء لا على حسب الرياء ده يعتمد على نية الشخص آي هل يفعل ذلك ابتغاء وجه الله أم ابتغاء وجه الناس طيب هل يجلس تدبار القبلة واستقباله وأنه ودعاء لا منع تمام لكن السنة والأفضل استقبال القبلة عند الدعاء تمام جزيكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر